دي بقى رحلتنا مع المستقبل تعالوا نشوف رحلتنا في عالم السحر والخدع البصرية زورنا كواليس إلوسيو On Ice Magic On Ice اللي يقدم عروضه في مصر لأول مرة قادمة من لاس فيجاس العرض اللي بيمزج ما بين الخدع البصرية والأكروبات على الجليد الحقيقة عرض كان مزهل في جماله قبلنا ستيف ويلر واحد من أهم الخبراء في الخدع البصرية في العالم يعني مش عايزة أقول زي ديفيد كابرفيلد ولكن من نفس المدرسة اتكلمنا معا عن حكاياته عن السحر من الطفولة امتى لعب أول لعبة ايه أصعب التركات هنتفرج على حاجات ويعني تركس كده من الخدع البصرية أنا قلت له مش ممكن أختفي وأرجع تاني يعني زرار كده أختفي وأرجع تاني طلع أنه صعب جدا لو اختفيت ممكن معرفش أرجع تاني حنشوف ستيف ويلر وايلوسيو آن آيس والسؤال هو فيه صحر حقيقي خلونا نفعل أهلا بيكم من استاد القاهرة من الصالة المغطاة باستاد القاهرة جينا هنا ليه؟ جينا علشان يعني نخترق كواليس إيلوسيو آن آيس إيه إيلوسيو آن آيس؟ ده هذا العرض المبهر جدا اللي يعني شهدته القاهرة واستاد القاهرة وآلاف من المشاهدين اللي جلنا من لاس فيجاس مباشرة وبقالوا عشرين سنة بيجوب مدن العالم وعواصم العالم من الشرق إلى الغرب للشمال والجنوب من عشرين سنة بالزبط إيلوسيو آن آيس الحقيقة هو يعني خليط مميز جدا من الإبهار والسحر والخدع البصرية هو خليط ما بين الرقص على الجليد والأحركات الأكروباتية على الجليد لكن مش بس كده يمكن شوفنا كتير يعني شوز وعروض على الجليد لكن ده مش فقط عروض على الجليد ده كمان فيه خدع بصرية أو زي ما بنقول عليه سحر ماجيك السحر على الجليد راقصات وراقصين هم في الأساس يعني أبطال أولمبيين لأن الرقص على الجليد ده شيء صعب جدا وكله يعني تحديات ولكن التحدي الأكبر والإبهار الأكبر مش بس بالإضاءة مش بس بيه الميوزيك والصوت ولكن أهم حاجة هي الخدع البصرية هذا العرض اللي حصل على جائزة ماريلين واحدة يعني يمكن هي يسمونها الأوسكر أوسكر الخدع البصرية اللي حصل عليها الساحر الأعظم ديفيد كوبرفيلد نهار ده هندخل الكواليس نخترقها نتفرج على الخدع نقابل العظيم ستيف ويلر ستيف ويلر واحد من أهم الماجيشنز أو أهم أصحاب الخدع البصرية في العالم أي ام تسأل أي طفل دلوقتي عارف على اللي بيخش على الإنترنت عارف مين هو ستيف ويلر صاحب الخدع البصرية الأشهر في العالم إيلوسيو أن آيس في مصر هنتفرج على أجزاء من العرض ونشوف إيه هي الخدع البصرية ويمكن ندوس على زرار نختفي مثلا يعني أنا بحاول من الأول قلت لهم أنا عايزة خدعة أختفي منها هتمنى ده خلونا نشوف إيلوسيو أن آيس ونجوم السحر والماجيك على الجليد